أزمات كبرى باتت تطارد العراق أبرزها شبح الإفلاس هذا هو المشهد الحليف البلاد كما تحدثت عنه صحف أوروبية وهي تصف المشهد الاقتصادي المتداعي جراء الفشل والفوضى السياسية وبروز تداعيات عقد ونصف العقد من الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الدولة صحيفة بوستا الإيطالية قالت أن العراق يواجه مخاطر تفشي فيروس كورونا في خضم وضع اقتصادي حرج للغاية تمر به البلاد وضافت هبوط أسعار النفط الحاد وتفشي وباء كورونا جراء الإهمال وفتح الحدود على مصرعيها حتى وقت قريب عوامل رئيس ضربت الاقتصاد العراقي في مقتل بسبب اعتماد السلطات الحكومية على النفط كمورد رئيس يشكل 90% من اقتصاد الدولة إلى جانب توقف حركة التبادل التجاري ما يعني وقوف العراق أمام مشكلة كبرى أبرزها عجز السلطات عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ولعل مناشدات وزارة الصحة بضرورة الحصول على تبرعات محلية لتمويل رعاية الأشخاص المصابين بفيروس كورونا مؤشر على تدهور الاقتصادي الذي مزال مجرد بداية لما هو آت لكن الأسوأ وفقا لمختصين هو عدم وجود حكومة قادرة على اتخاذ إجراءات سريعة لإنعاش الاقتصاد كما أن موازنة عام 2020 المالية تم تسميتها عندما كان سعر النفط أعلى بكثير مما هو عليه اليوم ولأن البنى التحتية في العراق واحدة من أبرز القضايا التي تخدم المواطنين ولم تلتفت لها الحكومة المتعاقبة فإن المستشفيات على سبيل المثال لم تعد قادرة على استعاب المزيد من المصابين بفيروس كورونا ما يضع عالمات استفهام على حقيقة أعداد المصابين المعلنة من قبل الحكومة بشكل شبه يومي وتبقى التوقعات بشأن زيادة حالة تخبط الحكومي قائمة خاصة في ظل عدم وجود قيادة مركزية بمقدورها توحيد البلاد لمواجهة هذه الأزمات في ظل انشغال الأحزاب الحاكمة بالصراع على تقاسم المناصب والمغانم